كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات السنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعيدة وأكد رئيس خلال لقائه مع رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أكد حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون سواء على المستوى السنائي أو من خلال أليات التعاون السلسي والتشاور المكسف تجاه مختلف القضايا والتطورات الإقليمية وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس القبرصي أعرب عن تقدير بلاده لدعم مصر للقضية القبرصية بما يعزز من أمن واستقرار المنطقة مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون لا سيما في ظل نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس القبرصي للقاهرة في سبتمبر 2021 والتي شهدت رفع الإطار العام للعلاقات الثنائية إلى مستوى اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي البلدين وأكد الجانبين أهمية متابعة نتائج اللجنة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي كما تترق اللقاء إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسفية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة خاصة مستجدات الأزمة الليبية وقضية سد النهضة فضلا عن بحث تطورات القضية القبرصية والأوضاع في منطقة شرق المتوسط